أهلاً من طلابنا وطلاب السادس العلمي للدورة الإلكترونية بالحلقة رقم 3 من الفصل الخامس بهاي الحلقة راح ناخذ تجربة يونج شباو إحنا سولفنا بأول محاضرة بأنه أو حتى بداية الفصل الرابع سولفنا بأنه ترى أكو علماء هوا يشتغلوا عليهم منع الضو عالم قال الضو عبارة عن موجات وعالم قال الضو عبارة عن جسيمات يعني فوتونات فمن العلماء اللي ثبتوا الطبيعة الموجية يعني قال موجات هو العالم يونج وهواي تعب على نفسه وعلى تجربته بإثبات الطبيعة الموجية العالم يونج سوى تجربة من أغرب التجارب الفيزيائية تمام؟ احنا راح ناخذ هسه فشي السطحة على هاي التجربة ولكن هاي التجربة منتعمق بيها وناخذها المجال الفيزيائي الكم راحصير كوارث واضح؟ بس السحاليا احنا تجربتنا وسيطة حلوة وعليها اسئلة شوفوا راح ألملكم كل اسوال في يونج بهاي الصبورة راحسويكم صبورة هسه يعني عالمية اي سؤال من يونج يجيكم من الصبورة تجاوبوه يعني مخططات واسئلة كل راح نكتبع على الصبورة حاليا وراح نرجع الراجعة بالملزمة يونج السوى تجربة يونج السوى سوى اولا تجربة يونج تجربته هي الفائدة من عدها اثبات الطبيعة الموجية للضوء اول شاء الله ثبت بانه ترى الضوء عبارة عن موجات اثبات الطبيعة الموجية للضوء تمام بعد حساب الطول الموجي حساب الطول الموجي قدر يحسب اللمدة ما للضوء يعني سوانا قانون لللمدة اذا تجربة يونج من اقول لك ما الفائدة من عدها ما الغرض من عدها يقول اولا اثبات الطبيعة الموجية للضوء ثانيا حساب الطول الموجي اولا قدر يثبت بانه ضوء عبارة عن موجات ثانيا قدر يحسب الطول الموجي لهاي الموجات زيب شنو ايه تجربتين جاب مصدر احادي الطول الموجي يعني لايت بس هذا شنو احادي احادي الطول الموجي يعني شنو احادي الطول الموجي يعني لون واحد يعني مايتحلل لون واحد لو احمر لو اخضر لو اصفر لو بنفسجي لون واحد يعني لا مركب ولا ابيض لان الابيض تعرفون هو يتحلل الى سبع الوان صح؟ اللون الابيض ايه لكم معلومة اللون الابيض طبعا ما يعني مايتم معلومة ذاتة ما استفاد من عدين اللون الابيض راح تحلل الى سبع الوان أحمر برتقالي أصفر أخضر أزرق نيلي بنفسجي هاي اللون الابيض عبارة عن سبع الوان ترى هذا لا تشوف هيش عبالك البيض وهذا ون هاي السبع الوان دامجيها طالع ابيض تمام؟ فاللون الابيض من اريده حلله راح يتحلل الى سبع الوان أحمر وتدرجات الأحمر أحمر نخفه فيطلع برتقال نخفه فيصير أصفر أوكي والأزرق وتدرجات الأزرق أزرق نخففه يصير نيلي النيلي أو الأزرق نغمقه يصير نيلي النيلي يصير بنفسجي يخففه تمام؟ المهم الأزرق وتدرجاته والأحمر وتدرجاته وبالنص أخضر يلا المهم نجيب لايت خلنا نقول أحمر أو أي لون لون واحد وحادي الطول الموجي قدام هذا اللايت راح نخلي حاجز ذو شق ليش؟ على مودة يشتت الضو يعني على مودة يسوي حيود للضو شي يسوي؟ حيود للضو تمام؟ حاجز ذو شق شق يعني حايط وبي فتحة يش يعني؟ سوف شام هذا حايط وبي هنانا يشي فتحة هذا حاجز ذو شق بعد حاجز ذو شقين وجاب قدامه حاجز ذو شقين ليش جاب حاجز ذو شقين؟ لأن احنا نعرف بأنه التداخل لازم تكون عدناش كم موجة؟ موجات اثنين زين هس احنا عدناش كم موجة؟ موجة وحدة بس هاي جبهة الموجة هاي الموجة هنضوي الحاجز ذو شق زين هاش كم موجة؟ وحدة صح؟ سوى يونج قال ليش اجيب مصدرين ولازم متشاكهين متشاكهين لازم يعني مساويات بالطول الموجة ومساويات بالتردد عاليمن هو نفس الضوة وقسمة بالنص هاذا جبهة الموجة راح اجزئها الى موجتين متشاكهتين هاي جبهة الموجة اجزئها الى موجتين متشاكهتين تمام؟ بحيث باعوا اقفة فقرها المهمة لازم تعرفوها المسافة منا لهنا تساوي المسافة منا لهنا يعني البعد بين الشقين الى الشق المنفرد متساوي يعني المسافة هاي تساوي هاي المسافة لازم هاذا راح يكون اش كم مصدر شقين؟ مصدرين المصدر الاول والمصدر الثاني يعني ستجاب يونج حاجز ذو شقين جاب حاجز ذو شقين تشوف اول شق يساوي حيوت شي يساوي؟ حيوت يخلى الضوة يحيد عن مساره تشوف هذا الضوة يتجال خليه يتشيحيد عن مساره وهذا الضوة يتشيحيد عن مساره الحافاتة حادة فلذلك شي يساوي؟ حيوت اول شق الحاجز ذو الشق الواحد شق واحد شنو شغله؟ حيوت زي احنا مريت حيوت احنا شر التداخل تريد التداخل؟ ايه للتداخل اذا تريد التداخل لازم تجيب مصدرين زيان انا ما عندي بس مصدر واحد يون تفكر قال راح اجيب حاجز ذو شقين هذا حاجز حيط بشقين هذا شق وهذا شق الضوة راح يطلع منه يروح للشقين جزء منه وجزء منه يطلع من الشقين صار اش كم موجة موجات اثنين هذن راح يداخل اذا اهنانه جاب حاجز ذو شق بعدين حاط قدامه حاجز ذو شقين تمام يلا جاب شنو حاجز ذو شق بعدين حاط قدامه حاجز ذو شقين الحاجز ذو شق شي ساوي حيوت الحاجز ذو شقين شي ساوي حاط قدامه حاجز ذو شقين يعملان شوف يعملان على شنو على تجزئت جبهة الموجة الى موجتين متشاكهتين يصدران بان واحد زمن واحد وفرق طور ثابت ها شغلهم مفتهمنا شنو شغلهم لا مفتهمنا تعال هايا جبهة الموجة الحاجز ذو شقين فنصا هادا حاجز ذو شقين هذا حاجز ذو شقين هاي سموها جبهة الموجة هايا نقاط شي سموها جبهة الموجة هايا جبهة الموجة شلا حي يسون ذنين راح الجبهة مع الموجة يجزؤوها إلى موجتين متشاكهتين هذا هاي اللي يسون راح يسون الموجة إلى موجتين راح يقسم الموجة إلى موجتين يعملان يعملان على تجزئة جبهة الموجة إلى موجتين متشاكهتين يعملان على تجزئة جبهة الموجة إلى موجتين متشاكتين يصدران بآن واحد نفس الوقت يلوحان إنه موجة واحدة وجهة جزئة يصدران بآن واحد وبفرق طور ثابت يعني قمة ويا قمة وقعر ويا قعر أو قعر ويا قمة أو قمة ويا قعر حسب فرق طور المهم شي يكون ثابت زين هو جزئة الموجات الداخلة شون عرف شون عرف الداخلة ها سوي خلى شاشة على بعد أمتار وضع شنو شاشة هاي شاشة شاشة هاي الشاشة شون عرفه كنت داخل هاي الشاشة صار بيها أهداف هدب مضيئة وأهداف مظلمة ش تولد بيها هدب أهداف مضيئة وأهداف مظلمة تولدت بيها أهداف مضيئة وأهداف مظلمة هدب مضيئ نعم مضيئ مظلم مضيئ مظلم مضيء مظلم المضيئة يعني شنو معناه تداخلة بناء معناها تداء يعني دي يصر هنا تداخل بناء صح؟ المظلم شنو معناه؟ معناها دي يصر تداخل يتلاف صح لو لا؟ منطقة مضيئة منطقة مضيئة منطقة مظلمة منطقة مضيئة منطقة مظلمة يعني هنانا منطقة بيها ضوة منطقة هي تشي شوف منطقة بيها ضوة مضيئة هاي بيها مضيئة وهاي مثلا مظلمة مثلا هاي مضيئة هاي مظلمة مثلا هاي مضيئة جواها مظلمة ولا آخر المناطق أكو ظهرت مناطق مضيئة ومناطق مظلمة هاي المناطق المضيئة والمناطق المظلمة سموها هدب التداخل أو أهداب التداخل هدب أو أهداب التداخل مناطق التداخل شنو معلهم مناطق مضيئة؟ أدولي معناها تداخلها بنأ ماشدي ديك شنو معنى مظلمة؟ معنى تداخلات لف طبعاً أكو منطقة دائماً مضيئة أبد ما صير مظلمة اللي هذا هو البنص هذا يسموه هدب مركزي شي يسموه هدب مركزي صاير بالوسط هذا دائماً مضيئ أبد ما صير مظلم بس نحن نجيك قاني اليوم يعني نقيت لك أفصخ لك تجربة يوند بالبداية خلنكتب التجربة أدري تكتب أدواتها لا بكيفك ويهل عمل تكتب الأدوات براحتك الرسم مطلوب تمام هذا الرسم قدامك اشترسمه مطلوب تكتب الأدوات عادة مشكلة أكتب أول الأدوات أنا ما كاتب أدوات تكتب الأدوات التي تكتبها بكيفك هو بالوزارة ممطلوبة بهاي التجربة جيناً بالعمل نحن رح نسوله في الأدوات باوي الأدوات مصدر ضوي حاجز وشق حاجز وشقين شاشة العمل وضع العالم يونج شو شو باعه اتمشي هيشي خلاص العمل والله باعه وضع العالم يونج حاجز ذو شق أمام المصدر الضوي ثم وضع أمامه حاجز ذو شق ثم وضع أمامه شنو حاجز ذو شق بحيث أن البعد من الشق إلى الشق المفرد متساويين باعه ما راح أكتب هيش تمام؟ اسمعها وياي موجودة عندك بالملزمة باعه وضع العالم يونج مصدر ضوي وأمامه حاجز ذو شق وعلى ثم وضع حاجز ذو شقين بحيث أن البعد من الشقين إلى الشق الواحد أو المفرد متساويين مسافة متساوي ثم وضع على عدة أمتار شاشة وقام بإضاءة الحاجز ذو شق لاحظ ظهور مناطق مضيئة ومناطق مظلمة الاستنتاج خلاص العمل الاستنتاج أن ظهور لاحظ العالم يونج أن سبب ظهور المناطق المضيئة أو المناطق المظلمة هو بسبب التداخل البناء والإطلاف خلاص وتسمى هذه المناطق بهدوب التداخل فيها الاستنتاج هذا يابا ترى المضيئ والمظلم طلعنا سبب نتيجة التداخل البناء والإطلاف وهي سميناه هدوب التداخل تهت هذا وانتهت تجربة يوم تمام؟ نعيد التجربة العمل وضع حاجز ذو شق طبعا وضع مصدر ضوء وحاجز طول الموجي وأمامه حاجز ذو شق وأمامه حاجز ذو شقين بحيث أن البعد بين الشقين إلى الشق المفرد متساويين وعلى عدة أمتار وضع شاشة وأضاء الحاجز ذو الشق لاحظة ظهور مناطق مضيئة ومناطق مظلمة انتهى العمل هذا هو وضع هذا وضع قدامه هذا وضع قدامه هذا على عدة أمتار وضع شاشة خلاص كمان؟ ضوينا هذا طلعت مناطق مضيئة ومظلمة انتهت انتهى العمل الاستنتاج تعال سولف ليش طلعت مناطق مضيئة ومظلمة بسبب التداخل البناء هاشوف هاي موجة وهي موجة والداخلة هاي موجة وهي موجة والداخلة بسبب التداخل البناء والتداخل التلاف وتسمى بهدو بالتداخل هاستنتاج هذا العمل والاستنتاج كل السهيل مثل ما شرحنا كتبة زين موجود عليك المنزمة هسا خلينيجي نسالف على شغلة شغلة سؤال شباب ليش هذا مضيء هتقول لي استاذ ما قضيتش الساقنة ليانا التداخل بناء زيني ذاكت لك تعال عرفوا الهدب المضيئة الهدب المضيئة رح شي تقول لي تقول لي هي الهدب التي تحصل عندما يكون من هو فرق المسار البصري الدلتاء بالبناء شنو الفرق المسار البصري بالبناء شنو الفرق المسار ها اعداء صفر او اعداد صحيحة من الطول الموج من يكون الدلتاء صفر اعداد صحيحة من الطول الموج فهذا التداخل شنو بناء اذا رح تطلع عدي هدب مضيئة اوكي اذا ما شنو هي الهدب المضيئة تقول لي هي الهدب التي نحصل عليها شوكت بيكون بناء بس احنا ما نقول بناء انطي الشرط ما البناء تمام شنو الشرط البناء عندما يكون فرق المسار البصري صفر وعدها صحيحة من الطول الموج تعال عرف الهدب المظلمة الهدب المظلمة شنو الهدب المظلمة الهدب المظلمة يعني هي الهدب التي هي الهدب التي تحصل شوكت تحصل هاي الهدب بنكون داخل تلاف بس همين نقول تلاف نطي الشرط ما لتلاف عندما يكون فرق المسار البصري بالاتلاف شنو فرق المسار البصر باتلاف شنو تقلي اعداد فردية من انصاف الطول الموجي اذا الهدب المضيئة هي الهدب التي نحصل عليها مين ها من يكون التداخل بناء شنو شرط البناء تقلي البناء شرطا اعداء صفر او اعداء صحيحة من الطول الموجي ولتلاف شرط اعداد فردية من انصاف الطول الموجي زين يعني معناها شنو معناها نوع التداخل دي اعتمد على فرق المسار البصري. اذا فرق المسار البصري صفر او اعداد صحيحة من الطول الموجي فالتداخل بناء. اذا اطلع لا والله اعداد فردية من انصاف الطول الموجي فهذا التداخل تلاف. يعني من اسأل سؤال اقول لك علامة يعتمد نوع التداخل. علي من يعتمد نوع التداخل. الجواب بتقلي يعتمد على فرق المسار البصري. دلتا ايا. من فرق المسار البصري? خدنا احنا بالمجموعة الاولى. مصح الاولى. شون اعرف اه نوع التداخل? نطلع فرق المسار البصري ونعرف نوع التداخل. صح? اذا يعتمد على نوع التداخل يعتمد عليه من على فرق المسار البصري. احنا احنا عرفنا شنه هدو مضيئة وهدو مظلمة. تعالوا خلي نفص صغفة شغلة اللي هو الهدب المركزي. بقى. الشاشة الشاشة هيكون بها منطقة مضيئة ومنطقة مظلمة. منطقة مضيئة ومنطقة مظلمة. شمالات قرفاع عادي يعني. منطقة عادي مسافة قليلة. بس اكو منطقة بالنص كله تشبيرة. شو واضحة بحيث. باع الشاشة تشوفه. الضوء ما لديه الشعب منورة. تمام? بالنص كله تشبيرة. هاي المنطقة اللي بالنص يسموه الهدب المركزي. يكون مضيئ دائما يكون مضيئ دائما. کروما. اسألني اسألني! قل لي ليش مضيئ قلي ليش مضيء. قل لي استاذ ليش مضيء؟ اباوع أنا قليليش مضيء باوع. تتذري ليش مضيء شوف. خلف بتاعلك ليش مضيء. الام بتعرش tener الام? الام? راح تقول له ما عارفة. الام يعني المرتبة او الرتبة. الرتبة او المرتبة نفس الشي. الام. شنو الرتبة? تعال خلي فهمك شنو الرتبة. ها الرتبة. يعني رقم الهدب. الام معناه رقم الهدب. احسن. رقم الهدب. احسن من كلمة الرتبة او المرتبة. رقم الهدب. ما هو. الام للمركز صفر. هنالا يشتغل واحد ويصعد اثنين ثلاثة وهنانا بالسالب هنانا سالب واحد سالب اثنين سالب ثلاثة تمام؟ يعني اما اكو موجة اكو صفر وموجة اكو سالب شون خط الاعداد نفس الشي سين راح تقوله اوكي اقولك هذا دائما مضي راح تقول ليش اقولك باور شوف دلتا ال مالتا يساوي صفر هذا الجوا خاف يقول لك علل الهدب المركزي مضيء دائما وقال لي لان فرق المسار البصري له يساوي الصفر سالب اقف مفتهمت تعال تعال دلتا ال مو يساوي انه ام في لمدة لا لا للمضيء مو ام في لمدة راح تقول لي ايه زين دلتا ال يساوي اشقد الام مالتا المركزي صفر وفي لمدة صفر اذا دلتا ال اشقد يساوي صفر تعال تعال اقف 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 اذا كانت دلتا ال صفر او اعداد صحيحة معنى شل الهدوب مضيء فدائما هذا مضيء لان دائما ما تلأم صفر تمام اذا اهنان لان فرق المسار البصري له يساوي صفر دلتا ال يساوي صفر فرق المسار البصري الصفر لان الام مالتا صفر لانه دائما مركزي ودائما بالنص لانه الام مالتا دائما صفر فاذالك من اتعاوض الام صفر فدائما راح يطلع الدلتا ال اشقدت عندك صفر زين هدول اوكي تعال خلنا نعرف الهدوب المركز عارتك شغل القناص وياي تعال جيب هذا القناص وشغله باوة هاي باوة اسمعني هاي شنو شقين هاي شنو شقين بس ركز ركز هاي شنو شقين هاي منو هاي المسافة بين الشقين شقين صح مينو صح هاي شق وهذا شق وهذا منو هاي المسافة بين الشقين اوكي زين باوة سمعني سمعني هاي المسافة بين الشقين سمع هاي منو راح تقول لي هادا منتصف المسافة بين باوة هادا مسافة بين الشقين وهذا النصم المسافة بين الشقين شوف باوة ها هو ال باوة باوة عليه راحت راحت الخناص هو شنو هو الهدب المقابل المقابل الى منتصف المسافة بين الشقين هو الهدب المقابل الى منتصف المسافة بين الشقين باوع هاي المسافة بين الشقين ايه اقف بالنص وقفت باوع قبل باوعت راح تلقي قدامك الهدب المركزي اذا دائما الهدب المركزي هو الهدب دائما وانا لقى الهدب المركزي بالنص وان بالنص بضبط قدام منتصف المسافة بين الشقين اذا من ايجا اعرف الهدب المركزي اقول له هو الهدب هو الهدب المقابل إلى منتصف المسافة بين الشقين هو الهدب المقابل هذا هدب اللي قابل قابل منه عقابل منتصف المسافة بين الشقين هو الهدب المقابل مقابل المن منتصف المسافة بين الشرقين وهو مضيء دائما هذا الهدف المركزي هس احنا اريد اريد شوية يعني اسولفوا اياكم اسألكم مش كم سؤال بس ها بدون غش بدون ملزمة سد الملزمة شوف خلا اسألكم مش كم سؤال قلاب اني اذا استخدمت ركز يمي اني اذا استخدمت ضوء احمر ها لا تباع الشاشة لا تباع الشاشة او في الشاشة تباع عليها باع هنا انا بس اني اذا استخدمت ضوء احمر اش راح يطلع عالشاشة احزر اذا استخدمت ضوء احمر اش يطلع عالشاشة لون اش يطلع احمر ما يحزر تمام ما يحتاج لا تنصل تر ما يحزر احزر اذا استخدمت اخضر اش راح يطلع عالشاشة يقول له اخضر اوه شديدك اذا استخدمت اصفر اش راح يطلع عالشاشة يقول له اصفر يعني اللون اللي استخدمه اكيد راح يطلع وين عالشاشة يعني الهدوب المضيئة هذا مضيء مضيء يا لون حسب اللون المستخدمه وياي اذا احمر راح يطلع احمر اذا اصفر راح يطلع اصفر اذا اخضر اطلع اخضر زين نكمل زين اذا استخدمت ضوة مركب يعني شو المركبه هواء الوان هواء مازج الوان يعني ضوة بهواء الوان خلينا نقول مركب لونيين ثلاثة خمسة تمام اش راح يطلع عالشاشة يا لون ها المركب نفسه عافية يعني هناني اذا مركب فراح يطلع شنوه مركب اذا احمر يطلع احمر اذا بابش مستخدمين اطلع هناني وياي لون لدى من سطر اذا انا اصفر يطلع اصفر اذا بنفسج يطلع بنفسجي اذا مركب يطلع مركب اذا ابيض ها هناني لا مربط الفرهيس هاني هاي سواء الفزن سوية تانى على مدل ابيض اذا ابيض يش يطلع لا مو ابيض حرامات اذا ابيض يطلع اذا استخدم الضوء ابيض هناني شو راح يطلع على الشاشة راح يطلع الوان الطيف اطياف مستمرة تبدي من الاحمر للبنفسجي او من البنفسجي للاحمر من اقل طول موجي الى اطول طول موجي طبعا انا مرتبني هناني من طول الموجي الاكبر طبعا انا طول الموجي مالته 700 نانو متر الى 400 نانو متر هذا هو طول الموجي اطلعني مرتبني لكم يعني بالسرح اطيعكم هاي الوان يلا اسمعني اذا استخدامت أحمر اش راح يطلع احمر اذا اخبر اش راح يطلع اخبر اذا اصفر اش راح يطلع اصفر اذا بنفسجي اش راح يطلع بنفسجي اذا مركب اش راح يطلع مركب اذا الوان الطيف السبعة راح يطلع سبع الوان Sams 2 الابيض يتحلل الى سبعة الوان. اللون الوحيد اللي يتحلل الى سبعة الوان هو الضوء الابيض. اقدر احلل الى سبعة الوان. المهم. يلا. تعال خلي نسول. اذا استخدمت هنا ضوء احمر. ضوء احمر. هنا نستخدم ضوء احمر. نستعمل ضوء احمر. اش راح يصير? ها. راح تقول لي يا بترى الهدب المركز اللي راح يطلع باللون الاحمر. والاهداب. وراح تظهر اهداب مظلمة. واهداب مضيئة بنفس اللون. يلا. الجواب. شوف باوع باوع. مناك السؤال. منانا السؤال. وقدامه جوابه. تمام? اسأل يمي اللايت. اجاب يمي الشاشة. يلا. سوف سوف يظهر يظهر الهدب من هو المركزي. سوف يظهر الهدب المركزي باللون الاحمر. باللون او الضوء نفس الشي. الاحمر. اوكي. وتظهر اهداب مضيئة وهو مظلمة. وتظهر اهداب مضيئة مظلمة. واهداب مضيئة بنفس اللون. يعني من هو احمر? تمام. يعني اذا استخدمت السذوء احمر يطلع نفس. باوع اللي حاطيها على مودلة بيض. يلا. عكزي امي. ماذا يحصل لو نستعمل ضوء مركب. نستعمل ضوء مركب. يعني لونين او ثلاثة. شرح يصير? لو استخدمنا ضوء مركب. شرح يصير? اه. نفس الحاطي تقول. سوف تظهر. سوف تظهر الهد او يظهر الهدب المركزي بالضوء المركب وتظهر اهداب مظلمة اهداب مضيئة بنفس اللون. سوف يظهر الهدب المركزي بالضوء المركب. اوكي. وتظهر. وتظهر اهداب مظلمة. واهداب مضيئة بنفس اللون. يعني المركب. طبعا تترتب من اقصر طول موجي الى اطول طول موجي. دائما تترتب بنك صير للطويل. واضح? اهنانة. هاي منو? هاذا? ضوء المركب. زيان. ماذا يحصل لو استخدمنا ضوء ابيض? نستعمل. طبعا كافي ملح يعني. ماذا يحصل لو استعملنا ضوء اخضر? شرح يصير? هاي ظهر الهدب المركزي اخضر. وباقي الاهداب. تظهرنا اهداب مظلمة. واهداب مضيئة بالضوء نفسي. زيان. طبعا المظلمة ما بها ضوء. بس المضيئة رح تطلع باللون الاخضر. زيان. اذا استخدمنا ضوء اصفار نفس الجواب. اذا استخدم كافي ملحها يعني اللونين كافي. نستعمل ضوء شنو ابيض? ها. احنان الابيض. احنان اللي دامة نيجي بالوزارة. ضوء ابيض. ماذا يحصل لو استخدمنا ضوء ابيض? ماذا يحصل لو استخدمنا شنو ضوء ابيض? شراح يصير لو استعملنا ضوء ابيض. شراح يقول له سوف يظهر الهدب المركزي بالضوء الابيض. سوف يظهر منوه? الهدب المركزي بالضوء شنوه? الابيض. اوكي. بالنص راح يطلع ابيض. ويا له لا. راح بالنص اش يطلع دي? ابيض. ولكن باقي الاهداب تظهر اهداب مضيئة واهداب مظلمة بالضوء نفسي. يلا. بالنص اطلع ابيض. ولكن العفو تظهر اهداب اه و لكن تظهر الوان الطيف وتتدرج الوان وتتدرج اطياف مستمرة من البنفسجي الى الاحمر. درج اطياف مستمرة للضوء الابيض تبدي من اقصر طول موجي الى اطول طول موجي. من اقصر شي البنفسجي. من اطول شي لاحمر. شون عرفوا هادا قدامك? بس الله لاحطي هادا. هادا من اطول شي لاقصر شي. هو راح يدرج يعني مثلا هناني. نطلع بنفسجي. بعدين نيلي. بعدين ازرق. بعدين اخضر. بعدين اصفر. يعني بالعكس. تتدرج من اقصر شي من اقصر شي من اقصر شي الى اطول شي. المهم سبعة. سبعة شخص. من اقصر شي الى اطول شي. من البنفسجي. تمام? من البنفسجي. المن الى الاحمر. تمام? تتدرج الى اطياف من اقصر شي من البنفسجي. من اقصر شي الى اطول شي الى الاحمر. يلا. هس هناني. ش راح يصر لو استخدمت احمر راح يطل احمر. اخضر اخضر. مركب مركب. ابيض الوان الطيف. ها? الهدب المركزي لا يطلع ابيض. بس باقي الاطياف. باقي الاهداب. او تدرج اطياف مستمرة. طياف الهاي الوان الطيف. تمام? اطياف مستمرة تبدي من اقصر شي الى اطول شي. من البنفسجي الى الاحمر. زين. زين خلي يس نعكس اللعبة. شلون? انا فيجي ساعة قلت لك لا تباوع على الشاشة. صح? قلت لك باوع لي هنا. بس باوع بس باوع. اذا استخدمت احمر. ش راح يطلع? قلت لها احمر. اذا اخضر ش راح قلت لها اخضر. مركب مركب. ابيض اطياف. اطياف. همعكس اللعبة. هسه ما ريدك تباوع على اليمن على الضوة. باوع على اليمن على الشاشة. طلاب. على الشاشة طالع الضوة احمر. شنو معناه? قلت لك. معناه مستخدمين ضوة احمر. اذا. زين. على الشاشة طالع عندنا ضوة اخضر. شنو معناه? قلت لك. معناه مستخدمين ضوة اخضر. اوكي عشديدك. زين. شنو معناه? الشاشة ملونة. قلت يقول لي يعني مستخدمين ضوة ملون. او ابيض. الابيض همي لون. همي اطياف. اه سبع لون. صح لو لا. اذا هنانا. اذا طلعت لي الشاشة ملونة. يعني شنو معناه? معناه لو الضوة اللي انا مستخدمة مركب. يعني اكثر من لون. لو مستخدم ضوة ابيض. اذا. خلني كتبه لهذا السؤال. سؤال. ماذا يعني ظهور الوان على الشاشة? او ماذا يعني تلون الهدوء? يعني ليش تتلون الهدوء? او ظهور الوان في الهدوء. تمام? المهم الوان. معناه الضوء المستخدم اما ان يكون مركب او ابيض. لو مركب لو ابيض. معناه الضوء اللي مستخدمين. لو يكون الضوء مركب. وطلعت الوان. لو ابيض والابيض هم يتحلل ويطلع الوان. طبعا فهذا حقيقة علمية. ولو راح اطلع شو على الموضوع ماتي. حقيقة علمية. بانه ما كان شي اسمه الوان. هذا نيوتن. ثبته وبوقيته طبب او نيوتن خبل ترى. طبب او آآ دمبوس ابرى. طبعانة حتى يثبت بانه ترى ماكو الوان. طبعا فالشي بالدمبوس بالبوء بوما العينة. على موض يثبت بانه ماكو الوان بالطبيعة. هو المسؤول عن جميع هاي الالوان. هذا نيوتن. عليه السلام. زين. طبعا يكون طلاب يقول استاذ ليس يقول عليه السلام. هيصير حرام. نيوتن ترى موحد. عادي ان احنا نسلم عليه. واحنا بطبيعة الاسلام بانه يسلم على اي واحد. مو? يعني هنا السلام عليك. يعني الامان اليك. هيش يعني. لا اكثر ولا اقل. وتنس تاخذ اي جرامات. نقول. عليه السلام. المهم. فثبت نيوتن. ثبت نيوتن. بانه ماكو شي اسم الوان بالطبيعة. ابد. شلون استاذ. شوف باو. هذا يا لون. هلقول لي احمر. اقول لك لا هذا ما بلون. شوي شوي باوع. راح اسعدك ارار شوي بعد انسرح. فهمك. ما هذا الشي ترى خارج السادس يعني. شي خلو نطلع شوية خارج السادس. بعد ان نرجع اقلنا. هذا يا لون. يقول لي ازرق. يقول لك لا هذا ما بلون. هذا يا لون. يقول لي اسوي. يقول لك لا ما بلون. شنوان? باوع. هس شو ديقول هذا يا لون? احمر? مصر على الاحمر? ابقى باوع عليه. خلط الضوء. خلينا نعتم الضوء. هاي. لازم نطفيهن. يلا. هذا يا لون. يلا سوالي. اختموش شوفها? يلا هذا يا لون. ممكن تتسعكت الاحمر? تتسش شوفشي? اقول لي لا استاذ ماذا هشوف كل شي. اقول لك يعني شنو معناها? ها? شنو معناها? بلنواتا ما تنشوف اسا شي. شا? يسا يا لون. اقول استاذ رجع احمر. اقول لك يعني لو مو ضوء. انت تشوف الاحمر. اقول لي لا استاذ ما اشوفه. اقول لك يعني من المسؤول? من المسؤول عن اللون الاحمر? ها? من المسؤول عن هذا اللون الاحمر? الضوء الابيار. الضوء هو مسؤول عن جميع الانوان. يعني اذا اختفى الضوء وراح تروح الانوان كلهن. ما تبقى عندنا الانوان. ماك شي اسم الانوان. هاذا يا باوع هذا مو لون. هاذا عد شنو? هاذا مادة. هاذا مادة. تمتص بها باع اسماني. تمتص كل الالوان ما تضوء الابيض. تمتص كل الالوان ما تضوء الابيض. وتأكس بس الاحمر. لذلك تشوف تشوفه احمر. الصبورة يا لون ابيض. لا. الصبورة مادة. بيها مادة. بيها شنو مادة? هاي المادة تمتص كل الالوان. اذا تمتص كل الالوان. عفوا تعكس كل الالوان. اذا تعكس كل الالوان. كل الالوان جاء تعكسها. سبعتن. اذا سبعتن. اذا سبعتن جنك شي شوفه يا لون. ابيض. هاذا يا لون. اسود. هاذا مو اسود. هاذا مصنوط من مادة. يمتص كل الالوان. اذا ما معكس ولا لون. براح تشوفه سود. واضح؟ هذا هو نظرية نيوتن ونظرية صحيحة بانه ما اكش شي بالطبيعة اسمه الوان. ولكن الضوء هو المسؤول عن جميع او اظهار هاي الالوان. لو موضوة لان ما اكش شي اسمه الوان. واضح؟ هاي كلها مواد. هاي المواد تعكس اللون الازرق فتشوفه ازرق. تعكس كمتسكلهن تشوفه ابيض. كمتسكلهن تشوفه اسود. حسب. المادة المصنوعة او المادة اللي صانعين من ايدي. زيان. نرجع للموضوانة. هسه انا عندي لكم ثلاثة شغلات. ثلاثة اسئلة. تمام؟ عندي لكم كم سؤال؟ ثلاثة اسئلة. نريدكم مراكزين بيهن كل الزيان. هاي اخر شي بمحاضرتنا. راح ناخدهن. يلا سؤال الاول. ما سبب سؤال؟ ما سبب ظهور اهداف مضيئة ومظلمة في تجربة شقيونج. هاي شقي سموه شقيونج. هو شي يقول لك علل. علل. كل شمهم هذا العلل. علل. ظهور اهداف مضيئة ومظلمة في تجربة شقيونج. يلا شباب. بابا. بابا علي. ليش الظهور اهداف مضيئة ومظلمة? قاعد قولي غير صارت اداخل بنا واتلاف. زيان. زي سؤالي سؤالي بالتفصلي شون صارت اداخل بنا واتلاف. قولي من ضوين الحاجز زوشاق؟ تمام؟ واضاء الحاجز زوشاقين. الشاقين سون جزءا جبهة الموجة الى موجتين متشاكهتين. يصدران بان واحد وفرق طور ثابت. عيد. باوي. شلو شباعي باعلي. ليش ظهرت اهداف مضيئة بليناكو تداخل بنا ومظلمة لين تداخل تلاف. ليش مضيئة? تداخل بنا. ليش مظلمة لين تداخل يتلاف. زيان. زي تعال سؤالي في شو صارت تداخل بالضبط. بالتفصيل. قولي عند اضاءة الحاجز زوشاق. فاضاءة الحاجز زوشاقين. الشقان يعملان على تجزئة. او تقولي بس عند اضاءة الحاجز زوشاق يعني هو ضوال شقين. تمام؟ فالشقان يعملان على شنو؟ تجزئة. تجزئة شنو؟ جبهة الموجة. الى موجتين متشاكهتين. يصدران بان واحد وفرق طور ثابت. هاي جبهة الموجة جزئها الى موجتين متشاكهتين. هذا جواب مولد. يعمل. وذلك بسبب. وذلك بسبب. التداخل. البناء والتداخل الاطلاف. للموجات. شون بله تعال فهمني شو صارت داخل بيننا والاطلاف. قولي فعندي اضاءة الحاجز زوشاق المفرد. فعندي اضاءة الحاجز زوشاق المفرد. عند اضاءة الحاجز زوشاق المفرد. اوكي. ضونا. سوف يعمل الشقان. سوف يعمل منو؟ الشقان. يعمل على شنو؟ على تجزئة جبهة الموجة. المن؟ الى موجتين متشاكهتين. يزدران. بآن واحد. آن واحد. يعني زمن واحد. وفرق الطور ثابت. وذلك بسبب التداخل البناء والتداخل الاطلاف. ليس ظهرت اهداف مضيئة ومظلمة؟ ذلك بسبب التداخل البناء والاطلاف. فعندي اضاءة الحاجز زوشاق. سوف يعمل الشقان منو الشاقين. شراح يساوون؟ نعملون. على تجزئة هاي الموجة. جزئوها الى موجتين متشاكهتين. يصدران بآن واحد وفرق طور ثابت. نفس الوقت وبنفس الطور. يعني القمة ويالقمة وتعرفو شنو نفس الطور. زي. هذا السؤال الاول. اكوبة اكوبة كملاحظة صغيرة. بالسؤال الاول اريدك ننتبيل عليها. هذا جواب. هذا التعليل يصر الى جواب ثاني. جواب ثاني للتعليل فقط. يعني هذا الجواب ترى بس لالتعليل. السؤال هذا جوابه. التعليل هذا جوابه. ولكن التعليل إلا جواب ثاني يعني التعليل يصير تنطيه جواب هذا ويصير تنطيه هذا الجواب الثاني جواب الثاني يقول بسبب ظاهرة الحيود والتداخل بسبب جواب ثاني بسبب ظاهرة الحيود والتداخل بسبب ظاهرة شنو الحيود والتداخل يعني شنو الحيود والتداخل بقى عليه الحاجز ذو شق شي سوي حيود الحاجز ذو شقين هذا حيود يعني شنو حيود يعني خلي الموجة تحيد عن المسارة رح ناخذ الموضوع من الحيود ان شاء الله رح نخلي الموجة تحيد عن المسارة هذا الحاجز ذو شق شي سوي حيود الحاجز ذو شقين رح يسوي تداخل يجزئها ووراها تداخل طبام؟ أنا أقول له بسبب ظاهر الحيود والتداخل أوكي ها بس للتعليل تاري السؤال ما يرهم زين سؤال جاي يمكن سبع صياغ بالوزاري خير من الله جاي هذا السؤال سؤال جداً مهم وعندنا بس سنة الفصل يقول لك سؤال لا لا هل يمكن هل يمكن للضوء منه الصادر عن المصادر الغير متشاكهة أن يتداخل وضح ذلك أوش يقول لك وضح كيف يمكن الضوء الصادر عن المصادر الغير متشاكهة أن يتداخل ثم أبين ما الفرق بين المصادر الغير متشاكه والمصادر المتشاكه وكل ترى نفسي جواب شنو عدك صياغ كل نفسي جواب المهم أكو فتشي اسمه غير متشاكه المهم المصادر نيحش عليه من المصادر الغير متشاكه شوفوا شباب هاي لك سؤال الضوء الغير متشاكه مو متشاكه يعني حتى يماله باختلاف بالتردد أو اختلاف بالطور أو اختلاف بالسعه الضوء المو متشاكه يقدر يتداخل الضوء المو متشاكه غير متشاكه يقدر يتداخل سؤال في الله المصادر الضوءية الغير متشاكه تقدر تتداخل هل يمكن المصادر الضوءية غير متشاكه عند تتداخل ها هدول الله استاذ ما تتداخل لازم تكون متشاكه أنا اللي قايله قبل إليك قال لك بابا التداخل المستديم بيه شرط لازم تكون ذاك التداخل المستديم ذاك نوع من نوع التداخل فالتداخل يصير ترى إذا متشاكه وذا غير متشاكه أكو فرق إيه أكو فرق حسنا راح نوضح بالفرق وياه لو لا تداخل يصير سواء متشاكه أو غير متشاكه تمام بس إذا متشاكه اسمحي اسمحي بس إذا متشاكه راح أقدر أشوف المناطق المضيئة والمظلمة بس إذا غير متشاكه ما راح أقدر أشوفهم راح أشوفهم كلهم مضيئة ما راح أشوفهم المظلمة ليش هو هذا السؤال ما لأتنى هل يمكن للضوء الصادر عن المصادر الغير متشاكهة عنية داخل وضح ذلك راح أقول لا نعم يحصل تداخل بناء وتداخل تلاف هي صير تداخل بناء وتلاف ولكن بسرعة عالية جدا بسرعة عالية جدا لا يمكن للعين أن تراها ما تقدر العين شوفه إذا ليش وذلك بسبب ثلاث شغلات تكون هاي الموجات بأطوار عشوائية الأطوار مختلفة مون فرق طول ثابت أطوار عشوائية زين أطوار أو أطوال عادي عشوائية زين بعد وبسرعة فائقة سرعة كلش عالية يعني التداخل ماته يصير بكل سرعة عالية بحيث ما تلاحق تشوفه بحيث عينك ما تقدر ما تشوفه بحيث سرعة كلش عالية يصير تداخله بس بسرعة كلش عالية فلا يمكن لا يمكن الحصول على فرق طور ثابت بليش لأنه تكون غير متشاكهة فما راح أقدر حصل على فرق طور شنو ثابت لذلك العين شبيه العين تشاهد العين شراحة شبيه تشاهد تشاهد شنو أضاءة مستمرة ما راح تشوف ما راح تشوف مناطق مضيئة مظلمة لا راح تشوف أضاءة مستمرة ليش عود بسبب صفة دوام الإبصار شوف الغير متشاكهة الداخل ولكن بسرعة كلش عالية ما أقدر أشوفه لأن أطوارها عشوائية وبسرعة كلش عالية وما راح أقدر أحصل على فرق طور ثابت العين راح تشوف أضاءة مستمرة بسبب صفة دوام الإبصار راح تقول لي سا شنو صفة دوام الإبصار هستبقى تبقى عالمحاضرة ماتي لكي جاي ترمش تقول رماش صح؟ راح تقول لي زين أنت من جاي ترمش بس خليك رابط عم تفهم شنو دوام الإبصار أنت من جاي ترمش أما ما أطلب من عندك من جاي ترمش أكو لقطة فاتتك يعني أكو فت لقطة من المحاضرة فاتتك وأنت عادي قاعد جاي ترمش أكو فت تعريف فاتتك إذا تعريف فاتتك فغفيت يعني إذا أكو فت فقرة فاتتك يعني أنت متش جاي ترمش جاي غاصي تمام يعني نايم أوكي فلذلك هناك التو جاي ترمش أكو فت لقطة فوتك عم عوف المحاضرة قاعد تباوع فيلم تمام خال نقول فيلم عكي شنو جاي تباوع وقتال وما درا شنو أكو فت أكيد ترمش قاعد ترمش قدام الشاشة مستحيل تفتح عينك وتقعد مستحيل دقيقة وحدة ما تطول ويا لولا مستحيل فارح وإذا تطول فأنت راح يصعدك يعني جفاف بالعين وراح تقوم تأذيك عينك بس طبيعة العين دائما كل شكام ثانية ترمش الزين إنت جاي تباوع على الفيلم جاي ترمش فوتك لقطة من الفيلم فت لأ نيش قدوا قل لي قل الأستاذ أنا صح دا أرمش بس أنا الأبصار مالتي دائم دا أباوع يعني شنو قل الأستاذ هاي التداخل البناول يتلاف مثل الترمي شده يصير رمش ويروح رمش ويروح بحيث ما تقدر تشوفه تمام أتا راح تشوف اي شي راح تشوف شنوه راح تشوف اي شي كله ملاطق مضيئة وما أكو وما راح تشوف هدوب مضيئ هدوب مظلم هدوب لا راح تشوف كله مضيئة تمام إذن هنا هاني هاي ليش هاي ليش هاي شي حالة دا تصير هاي يسموها هاي الصفة اللي جاي يصير هنا يسموها صفة دوامة بصار يسموها صفة دوامة بصار يلا نعم يحصل طبعا المواضيعنا كلش حلوة وكلش ممتعة بس يتخليواها سكوياها تمام خليها معلومات عامة نعم يحصل تداخل بناء وتداخل تلاف ولكن بسرعة كلش عالية مثل الرمشة ما العين ويالولا بحيث العين ما راح تقدر تشوفها هل هذا التداخل رمشة ما تقدر تشوف العين ويالولا ليش ما تقدر تشوف العين تقول لي لين بسبب تكون الأطوار عشوائية وسرعة كلش عالية وما راح أقدر أحصل على فرق طور ثابت لذلك العين راح تشوف راح تشوف قضاءة مستمرة أو يسموها مستديمة نفس الكلمة ترى ويالولا بسبب صفة دوامة بصار إذن الجواب جواب مالتنا نقول لي نعم يحصل تداخل بناء وتداخل إطلاف يحصل شنو؟ تداخل بناء وتداخل إطلاف ولكن بسرعة عالية أو كبيرة جدا لا يمكن لا يمكن للعين المجردة أن تراها ما تقدر من العين يشوف ليش؟ لأن الموجات تكون بأطوار عشوائية وبسرعة فائقة ولا يمكن الحصول على فرق طور ثابت لذلك العين تشاهد إضاءة مستمرة بسبب صفة دوام الأبصار بسبب شنو؟ صفة دوام الأبصار هذا التعليل كلش مهم كلش مهم ما تذلي الأسئلة محاضرتنا ما اليوم هاي الصبورة اللي سويناها كلش مهم نيجي لآخر فقرة عنا موجو شوية نطلع على شكرا مسؤال بالملزمة عنا متعرفون احنا شغلنا بالملزمة وننهي المحاضرة إن شاء الله يلا شباب ما هي معادلة التداخل البناء والإتلاف الجواب معادلة التداخل دي سايينسية دي سايينسية يساوي دلتا L هاي المحاضرة إذا كان بناء رح يصر دي سايينسية بدالة دلتا L نكتب M في لمدة إذا بناء بدالة دلتا L نكتب M في لمدة وإذا يتلاف بدالة دلتا L نكتب M زائد نصف لمدة إذا بناء دي سايين فية M في لمدة إذا أتلاف دي سايين فية M زائد نصف لمدة هاي بالنسبة للمعادلة مهتداخل رح تقول استاذ شو أقف أقف هاي شنو دي شنو الساين لنمين جلني شنو هذا حرف دي دي يعني معناه المسافة بين الشطقين هذا دي بس المحاضرة الجاية إن شاء الله رح أخذ لك رموس كل هدن رح أشتغلك على المجموعة الثانية إن شاء الله تمام دي سايين ثيتي رح أشتغل على القانون دي الثيتي زاوية الحيود دلتا يلت عرفه فرق المسار البصري المهم هذا بس كمعادلة بعدين نحن رح يعني المحاضرة الجاية إن شاء الله رح نأخذ المجموعة الثانية المسائل يسمها يونج على مود يعني تعرفون أو هذا بيشتقاق أصلا الميني جدي بالأخير رح نأخذه طلع تجربة شقة يونج ما الغرض من تجربة شقة يونج من خلال تجربة استطاع اثبات الطبيعة الموجية الضو وحساب الطول الموجي تھائنamis أشرح تجربة هاي تجربة ما اليونج شرحناها قلت لكم ما راح أكتب لمكتاب بعدكم وضح كيف تفسر ظهور أهداب مضيئة أو أهداب مظلمة أو كيف تتكون الأهداب المضيئة والأهداب المظلمة أو ما السبب في حصول الأهداب المضيئة هذا جو هذا خذناه هنا جو تعريف تعريف الأهداب المضيئة وتعريف الأهداب المظلمة وتعريف الهدوب المركزي وهدوب التداخل هي ملاطق مضية و ملاطق معتمة على ما يعتمد نوع التداخل على ما يعتمد نوع التداخل يعتمد على فرق المسار البصري أو فرق الطور اكتب بس فرق المسار البصري ما لك علاقة علل ظهور أهداف مضية و علل ظهور أهداف مضية و أهداف مضية في تجربة شقيون لسبب ظاهرة الحيود والتداخل أو تقدر تطي هذا الجواب نفسي ما سبب حصول فرق في الطاور دائما فرق الطاور ليش يصير بسبب فرق المسار لان هو باوع وشنو قانون ما الفرق الطاور شنو قانون فرق الطاور فرق الطاور يساوي 2π على لمدة في دلتا صح فهذا فرق الطاور يعتمد عليم على فرق المسار فبنقول لك ليش زيصير عدي فرق بالطاور وقل لي لاناكو فرق بالمسار زيني وراء اكتب معادلة التداخل للبناء والإطلاف في تجربة الشقيونج هاي معادلة التداخل للبناء والإطلاف دي ساين ثيته قل لي ذا بناء وذا إطلاف هذا والأم والهاي اللي كاتبها مالك علاقة بي جو أين وضع كيف يتم تحديد مواقع الهدوب المضيئة والهدوب المظلمة عن المركز أو أين تكون مواقع الهدوب المضيئة والمظلمة عن الشاشة هاي اشتقاق وجوه أيضا اشتقاق اشتاق علاقة فاصلة الهدوب هاي اشتقاق تمام؟ هذان اشتقاقين بالأخير ناخذهم وراء على ما تعتمد فواصل الهدوب أو الفواصل بين الهدوب على ما تعتمد بس هذا بالمحاضرة جاية ناخذ هذا السؤال بالمحاضرة جاية وإيه القوانير ناخذ ناخذ لهذا السؤال آت وقانون وعلى القانون تعتمد المهم بالمحاضرة جاية ناخذ زين السؤال اذا استعمل ظوء ابيض في تجربة يونغ فكيف يظهر لون الهدوب المضيء المركزي؟ لا استخدمنا ظوء ابيض اش راح يظهر الهدوب المركزي؟ اقول له سوف يظهر الهدوب المركزي بالظوء الابيض وتظهر طياف مستمرة تتدرج من اللون البنسجي الى اللون الاحمر ماذا يحصل لو استعمل ظوء احمر؟ اش راح يصل لو استخدمنا ظوء احمر؟ راح يظهر الهدوب المركزي بالاحمر وباقي الاهداء وتظهر اهداء مظلمة وتظهر اهداء مضيئة باللون الاحمر نفسه زيان ماذا يحصل لو استخدم ضوء مركب نفس الحشي هل تظهر اهداء مضيئة ومظلمة في تجربة شقيون اذا كان المصدران غير متشاكهين او هل يمكن الضوء الصادر على المصادر غير متشاكه انت الداخل هذا جواب مالتك طبعا هذا مخطط على متحفظة متكتبين بالوزاري او بالامتحان لماذا يكون الهدب المركزي مضيئ دامن عد ليش الهدب المركزي يكون مضيئ دامن لان فرق المسار البصري له يساوي صفر علامة يتلت تكون هدب ملونة في تجربة شقيون ماذا يعني ظهور الوان هدب ملونة في تجربة شقيون على الشاشة معناه ضوء المستخدم اما يكون مركب او احمر تلاحظ انه كل شي شارحي على الصبورة هاي باقي الاسئلة الحد التداخل في الاخشية الرقيقة هاي باقي الاسئلة رح اخذها بالمحاضرة القادمة ان شاء الله وينمسها تمام يلا باي باي شكرا